سلام القدس لكم وعليكم أحبائي وعزائي في هذه الحلقة الجديدة الحلقة الثانية عشر من سلسلة أسئلة عن الحرب والهدنة في هذه الحلقة سنناقش سيناريو الانتظار يعني حرب الاستنزاف مجموعة الجولات المنخفضة الوتيرة التي تعقبها هدنة يجري فيها جزء من التبادل ثم يعود جزء من الاشتباك هذا إذا نجحت المقاومة في التقاط هذه اللحظة ومعناها التاريخي واستعدت لها ويبدو أنها تقيم هذه الاستعدادات وأعتقد أن عقل المقاومة الاستراتيجي الذي أنتج عملية طوفان الأقصى وأنتج هذه الإدارة العالية الاقتدار لمرحلة الحرب التي أعقبتها لا يمكن أن يفوته مثل هذه الفرضية وهذه الفرضية ميزتها حرب الاستنزاف أولا أنها ستفتح المسار الداخلي في كيان الاحتلال لإطاحة نتنياهو وقوى اليمين من قبل الأمريكيين من أجل الاستعداد للمرحلة ثانية مرحلة تفادي الحرب بالسقف السياسي الذهاب إلى معادلة أبعد الاستعداد للانخراط في مجموعة من الخطوات التي يمكن أن توفر الفرصة لاستقرار مديد البحث عن شروط الاستقرار المديد هنا أول نقطة أولا وأنا صرت حكي كذا مرة بهذه الفترة عن القرار 181 قرار تقسيم فلسطين وعن القرار 194 والحكمة من النقاش بهذين القرارين متأتية من أن قوى المقاومة تتعامل مع بيئة دولية صديقة يعني روسيا والصين على سبيل المثال تتحدثان عن القرارات الدولية طيب سهل النقاش مع روسيا والصين بأنه ما فيه قرار دولي بالدولة على أرض 67 القرار الدولي الوحيد الذي بيحكي عن دولة فلسطينية ودولة الكيان بيسميها دولة يهودية هو قرار 181 الذي يقسم أرض 48 يعني بدل الستة لاف كيلومتر مربع اللي هي ضفة وغزة بيعطي لدولة فلسطين 11 ألف كيلومتر مربع خمسة لاف كيلومتر مربع زيادة من الأراضي التي احتلت عام 48 ويراد لها يعني منها الجليل مثلا حتى الحدود مع لبنان هذا بيصير دولة فلسطين وهذا إذا قوى المقاومة اللي هي القوى اللي بإيدها القرار ما عمقول أنه تخلوا عن الدعاء يعني في بعض بيقولي نريد فلسطين من البحر إلى النهر كأنه أنا المانع قدام تحرير فلسطين من البحر إلى النهر سنبقى مؤمنين بأن لا حل إلا بفلسطين من البحر إلى النهر هذا الكيان لن نعترف به ولا مبرر له للبقاء ولا أساس ودون استئصاله لن تستقر للمنطقة لكن في سياق المعركة العسكرية والسياسية لإزالة الكيان أنت تحتاج إلى كانت سوريا بالزمان تحكي بالقرارة 2-4-2-3-3-8 انطلاقا من يقين الرئيس حفظ الأسد أنه إسرائيل لن تقبل بتنفيذهما أنه لحته أخذت الجولان ما حتتركه لأنه هذا الجولان بالنسبة لها هو رئتها وعيونها مصدر أمنها الاستراتيجي ولحيته أخذت القدس ما حتتركها لأنه عنوانها الايديولوجي أخذت الضفة ما حتتركها لأنه هاي هي أرض المعاد التي يتحدثون عنها ويبنون خرافتهم الملفقة على أساسها لكن أنت عندما تقول أنا موافق على صيغة تدرك سلفا أن عدوك لا يستطيع تحملها فأنت توسع جبهة المؤيدين هلأ الرأي العالمي اللي معك كله إذا قلت لا لي حل الدولتين شو رح يصير فيه؟ أنه الرأي العام العالمي الذي تجمعه حتى الرأي العام العربي اللي إلون سنين بضخه فيه أنه في حل دولتين وإسرائيل ما عم تقبل أنت معني بأن توضب صيغة سياسية دبلوماسية تعيد تشكيل جبهة مساندة للقضية الفلسطينية وتترك للإسرائيلي أن يرفضها اللي هي المئة وأربعة وتسعين اللي اسمه حق العودة الذي لا يملك أحد حق التنازل عنه ولا يجد جعله مجرد تتمي لبناء دولة فلسطينية عرض السبعة وستين يعني هذا الحكي مهين الحقيقة بالفكر القانوني بالفكر الأخلاقي أنه أنت لما بتحكي عن حق العودة اللي هو حق فردي لكل من جرى تهجيره من أرضه ما فيها ولا جهة ما بحق إلا حتى لو شكلت دولة فلسطينية ما بحق إلا تتنازل عن حقوق الأفراد الفلسطينيين وبالتالي جمع المئة وواحدة وتمانين ومئة وأربعة وتسعين اللي برجع بذكر هن الأرارين الوحيدين اللي صدروا عن الأمم المتحدة بيحكوا عن دولة فلسطينية وعن حل شامل لقضية فلسطين وأجبرت إسرائيل على التعهد بتنفيذهما كشرط لدخولها وقبول عضويتها في الأمم المتحدة يعني معك ملف تانوني دبلوماسي مبكل إذا بتمسك هؤل قرارين حق العودة يعني بترجع الناس على أرض الثمانية وأربعين يعني سبعين بالمئة من سكان غزة هم سكان هم أبناء ثمانية وأربعين مخيمات الضفة عم نحكي عن مخيم جنينو وغيره مخيمات لبنان عم نحكي عن مخيمات سوريا مخيمات الأردن حق العودة بذاته سيفخخ إسرائيل ديموغرافيا ما فيه يهودي ما فيه صهيوني ما فيه حدا بقلب الكيان يستطيع أن يقبل بالتنازل عن فكرة الغلبة السكانية بالبقعة التي ستكون دولة اليهود وبالتالي وما بدأ دولة اليهود بدون الضفة وبدون القدس وبدون هذا ما فيه واحد بيقدر يقبل فيه لذلك التفكير جديا أنا لا أنوب عن الفلسطينيين لكن أنا أقول هناك تلفيقة كانت وراء دولة 67 راحوا منظمة تحرير بالقرار الوطني الفلسطيني المستقل زاقوا لهم العرب على أساس وأن سوريا بدأت تحتوي القرار وتسمير سعلاوي صاية قرار وطني فلسطيني مستقل لا يقول لهم معاش خاصنا نحن بلوضية الفلسطينيين وبناء عليها منعمل سلم كامب ديفيد هيكسار أن الفلسطينيين مسؤولين عن غزة نحن مش مسؤولين ومنعمل وادي عربة الفلسطينية مسؤولين عن الضفة والقردس نحن مهن القرار الوطني الفلسطيني المستقل نروح نعمل تطبيع بالخليج مهن القرار الوطني الفلسطيني المستقل ما عادت قضية فلسطين هي قضية العرب جميعا طيب فكرة الدولة على أرض 67 هي قائمة أصلا على تلفيقة إلى علاقة بفرضية أنه بين إسرائيل صعب عليها تقبل قرار التقسيم سهل تقبل أرض 67 وهذا يعني خلل بالتفكير لأنه قرار التقسيم بياخد جزء من الأراضي اللي احتلت عام 48 اللي ولا وحدة منها إلى صفة توراتية بينما الضفة يعني بتحكي الضفة يهودة والسامرة متمنى بيسموها لما عم تحكي عن ممالك بني إسرائيل بيقولوا في مرتين نشأت ممالك لبني إسرائيل وين نشأت؟ نشأت بالخليل وبطول كرم أو وحدة بأريحة وبالتالي هناك نشأت ممالك بني إسرائيل هاي هي أرض المعاد التي يتحدثون عنها ولها هذه القدسية هيكل سليماني عن القدس وبالتالي الإسرائيلي ما رح في يقبل وهذا حل ما بتكون فيه قوى المقاومة تنازلت عن مبادئها لما بتقول قرار التقسيم مع حق العودة فرضا إسرائيل إبلت فرضا انهزمت انكسرت في الحرب صار الأمريكي الروسي الصيني بدون يعملوا جهد وضغط من أجل أن يتم حل وانت خلاص هذا الحل للحد الأدنى اللي بتقبل فيه حق العودة مع خريطة التقسيم ما بيبقى حدا من اليهود بما يسمى دولة يهودية الغلبة عربية تلتين لتلت وأي انتخابات بيطلع الرئيس عربي والحزب الحاكم عربي ورئيس الكنيسة عربي مجلس نواب وبتغير اسمها وكل شيء ما بتبقى إسرائيل أصلا بتكون استرجعت 5000 كم مربع إضافي لدولة فلسطين اللي هي الضفة والقطاع والقدس الشرقية واللي ما رح فيك تاخدهم إلا بالحرب وبتكون أضاف طلن هال 5000 كم مربع وبقي المساحة الغالب منها هو النقب الحقيقة يعني اللي اليهود ما رح يبقوا فيه اليهود إذا بدون يبقوا رح يبقوا في منطقة الساحل من حيفا إلى حدود غزة وهي منطقلات هني هيك قالوا وقتا أصلا وحط عاطينهم طرف ذنب بإصبع الجليل فواقع الحال هي بدل ما تكون الدولة الفلسطينية غير قابلة للحياة ستكون الدولة اليهودية غير قابلة للحياة فهذا بيغير الوجهة بالجيوستراتيجيا بالصراع على كل حال هذا برهن إرادة قوى المقاومة في أن تدرسه وتعرف كيف لأنه هلأ الخيار اللي عما يبين من الكلام السياسي لقيادات حماس نقبل بحل الدولتين على أرض ال67 لكن نحن لا نعترف بإسرائيل بتروح السلطة الفلسطينية بتعترف لو أنا برأيي أنه كلام ضعيف أنت بكل الأحوال منك ملزم بأن تعترف في اتفاقيات دولية بدأت رعاها الأمم المتحدة والدول العظمى لضمان الأمن بين الدولتين الجارتين وما حدا فيه يحكي عن سلام بينات من بين عشية وضحاها بعد حروب بهذا الحجم خلي تبقى دولة إسرائيل وبعدين منبقى نحكي أنا أدعو إلى مناقشة هذا لكن لنفترض أن الأمور راحت بالاتجاه الآخر الأمريكي رح يكون قدام وضع وقف الحرب مستحيل دون صيغة جامعة فيها لأن مين بد يضغط على الطرف الفلسطيني بدوا يستعين بروسيا والصين لا يضغطوا على إيران ولا يضغطوا على قوى المقاومة ويقولوا أنه في فرصة لبناء دولة فلسطينية يعتبروها مكسب مرحلة يكملوا بعدين يعني مين راح يمنعكم خدوا عشر سنين خمستعشر سنين هدني يتنفس هذا الشعب الفلسطيني في دولة فلسطينية ولن نقبل بدون القدس وحطوا شروط وطبعا أنا أقول حطوا شروط التقسيم ماشي الحال لكن لا تتنازلوا عن حق العودة هذا الخط الأحمر اللي ما لازم حدا يقبل تفريط فيه وأثق أن قوى المقاومة لن تفرد به بالتالي بدوا يجيب الروسي والصيني بلاهم ما فيه أرضية ليمشي هذا المشروع إذا أدري يمشي إسرائيليا بسبب الإنهاك وبسبب العجز وبسبب الفشل وخطر الزوال وغير في التركيبة السياسية وانهزم اليمين المتطرف وهذا كله بلأ المقاومة وبلأ حروب المقامة ما حيتم يعني الأمريكي يحتاج لحروب المقامة لتنضج إسرائيل لحل الدولتين لتنضج إسرائيل لقبول فكفكة المستوطنات لتنضج إسرائيل لقبول التنازل عن قدس الشرقية فإذا لها السبب أنا أقول أنه في فرصة أنه هذا ينعمل حرب الاستنزاف على الوتيرة المنخفضة اللي بتنضج الداخل الإسرائيلي وقد تستدعي تدخلا أوسع ببعض جولاتها ينزل محور المقامة ببعض من ثقله بما فيه صواريخ حزب الله لتخلق المناخ الذي يضع الإسرائيليين بين خياري الزوال أو القبول بحل عند القبول بحل رح يجب لك الروسي والصيني ويكون الأمريكي صار متنازل للصين ومتنازل لروسية وعامل الطبخة الدولية الجديدة ومتراجع أبلان بحجم جديد في المعادلة الدولية وبناءً عليها طيب هون بده في مجموعة من العقد اللي بده ترافق فكفكتها مسار الذهاب إلى الحل ما رح فيه الأمريكي يعمل مثل هذا المشوار بدون ما يكون راع على البحث عن مستقبل وجوده بسوريا والعراق لمائل أمل لمائل أفق لمائل مستقبل والذي لا يزوز جعله خارج الطبخة الإقليمية الجديدة في شرق أوسط جديد وخرائط جديدة في هذه الخرائط الجديدة لا وجود لاحتلال أمريكي حد أدنى بسوريا والعراق إذا مش بكل دول المنطقة حل قضية اليمن بصورة ناجزة ونهائية إعادة فك وتركيب المشهد اللبناني بصورة تتناسب مع ما بنته وأنجزته وقامت بالتضحية لأجله هذه المقامة سوريا المتعافية اللي التركي والأمريكي بده يطلع منها فبالتالي بتكون رحت على محل اسمه إعادة رسم خريطة المنطقة اللي بتكون فيه فكرة دولة فلسطينية ما رح تبصر النور لكن ستكون سقفا قانونيا ودبلوماسيا لحماية المنجزات والمكتسبات اللي اسمها غزة المحررة القوية اسمها الضفة المنطفضة والمقاتلة والتي فيها مناطق محررة لا يجرؤ الاحتلال على الدخول إليها بانتظار جولة كبرى قادمة أو يكون قد نضج الوضع ليقبل بصيغة الدولتين بمتغيرات داخل إسرائيل نفسية واجتماعية وثقافية وسياسية وأمنية تأتي فيها حكومة هزيلة طيعة بيد الأمريكيين تحت شعار أننا نريد أن نخلص من الحرب وصار هذا الجو العام السائد في الكيان في مثل هذه الحالة بيكون خير ما يجري تحريره في ميزان القوى وفي لحظة القوى هو غير الذي يمكن أن يأتي على طاولة المفاوضات ويكون معلب ويكون بدون دسم من شاء منه لأنه كل نظريات دولة مع استيطان دولة بدون القدس دولة بدون حق العودة دولة بدون سلاح هي مجموعة من المشاريع المشبوهة التي لا يجوز على الإطلاق القبول بها أنا شخصيا أقول إذا طرحت حلول مرحلية وجدت المقاومة أن فيها إطارا آمنا مثل مثلا موضوع يونيفل هاي اليونيفل بلبنان ما عامل شيء ويشكل وقفا لهذه المعركة وتكريس للانتصار الذي حققته المقاومة وطبعا بيطلع الإسرائيلي بيفنس على رأيه العام مثل ما عمل بعد السبعة عشر سفر واحد وقال أمن إسرائيل محقق وإذا كان هذا متاحا يعني مش قوات عربية عم بيحكي يونيفل يعني 2000-3000 عسكري إرلندي وغيره ومدرشو وصيني وبيجو بياخدوا الأطراف يعني ما بيشكلوا القوة التي تستطيع أن تغير فيه موازين قوة ولكن بيعملوا مخرج من أجل إعلان وقف الحرب هذا عائد للمقاومة أن تدرسه أنا أفتح العين عليه بصفته أحد الخيارات التي أتوقع جديا أن تكون على الطاولة فإذا نحن قدام ثلاث سيناريوات سيناريو الضفة والذي بدأ سيناريو الحل الأمني السياسي اللي فيه تركيب مموه لسلطة فلسطينية ترضاها حماس وترضاها فتح من مجموعات شخصيات محايدة وتحت عنوان أولوية إعادة الإعمار وتشكيلات أمنية يعني محلية تختفي من خلالها قوى المقاومة وراء ستار ولا تظهر في الواجهة ويمكن أن يضاف إليها قوات يونيفل على نمط يونيفل يعني هذا السيناريو الثاني يرافقه يمكن يمكن إذا المعركة فرضت كمان تغيير في البنية الإسرائيلية لأنا برأيي برجع أنه مربوط بالسيناريو التالت مش بهذا السيناريو السيناريو التالت اللي هو حرب منخفضة الوتيرة بجولات متقطعة بمثابة حرب استنزاف تنضج إسرائيل لفك وتركيب سياسي ليطيح بنتنياهو يتم خلالها على مراحل التبادل تنضج بواحدة من جولاتها الرأي العام الإسرائيلي للقبول بمفهوم حل الدولتين في فرصة لقوى المقاومة أن تعدل بحل الدولتين ليصبح أساس قرار التقسيم وليس حدود 67 يعني حدود 67 ضرب 2 بدل الستة لاف 11 ألف وكسور والتمسك الحازم بحق العودة ليشكل إذا مضي به كحل عملي فرصة لتفجير الكيان وتفكيكه وصولا إلى إنهاؤه أو أن يكون رفضه غطاءا قانونيا وسياسيا ودبلوماسيا مفتوحا لقوى المقاومة لما وصلت حروبها سلام القدس لكم وعليكم ترجمة نانسي قنقر